السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى من قناة مستر بومتك في حلقة النهاردة هنتكلم على طريقة تفعيل اكاونت البيبال بعد من اقبال كبير على الحلقة اللي فاتت لما طلبنا من الناس هل انت عايزين تعرفوا طريقة اللي انا فعالت بها اكاونت البيبال الخاص بيا وفعلا ان لقينا اقبال كبير او من الناس عايزة تعرف طريقة تفعيل اكاونت البيبال السهلة اللي انا عملتها قد ما هي طريقة بسيطة جدا قد ما هي سهلة جدا قد ما انا فعالت اكاونتين بيبال واحد عربي او واحد مصري واحد امريكي طيب ليا انا عملت اكاونت امريكي لان اكاونت مصري هيبقى في من شكل كتير اولا الافضل انك تعمل اكاونت امريكي حتى لو انت في مصر او حتى لو انت في بلد فيها اصلا البيبال متاح أنت الأفضل أن نتعمل أكاونت أمريكي وسأعرف أي امريكي لل welcoming account فإنسا في irrigات مصري كان بسيط كامدم. فإمهم مكتوزnych في إرسال الدفعات والعودة مع العראية. البيبل المصري لحد الوقت ما جات شويه في تأخير كبير جدا فانا حولت عطول على البيبل الامريكي وان شاء الله الفلوس تبدأ توصل بإذن الله لما سألت في الموضوع ده قال لي ان ممكن بيبل المصري أصلا ممكن يكون ما بيستقبلش أرباح أو ميستقبلش فلوس أساسا حتى يومفاعل تمام فانت الأفضل نتعمل اكاونت البيبل الامريكي ازاي ممكن تعمل اكاونت البيبل الامريكي عن طريق مسلا لوائزي هايد اي بي ده بيديك كده تلات اختيام تجربية تقدر تعمل اكاونت البيبل واتفعلهم بسهولة فالموضوع بسيط جدا ممكن تعمل اكاونت البيبل لكن المهم في كده انك لازم تعمل اكاونت روسي لازم تعمل اكاونت روسي يعني ايه يعني تخش على تخش هنا على mail.ru اللي هو ده بتاع روسيا بتعمل اكاونت انا عامل هنا اكاونت اهو بتعمل اكاونت عادي جدا بتفعله برقم موبايلك هو يطلب منك رقم موبايلك بتفعله برقم موبايلك عادي جدا تمام وبتخش على الامبوكس بتاع الاكاونت اللي هو ده تمام وبتفعل اكاونت البيبل يعني بتعمل اكاونت البيبل تفتح لتكون فاتح من اي بي امريكي وتكون عامل الاكاونت ده باميل روسي تمام انا هعملك الوقت اكاونت باميل عربي مصري عادي جدا لان اه اللي هو بتاع تغيير الاي بي ده انتهى استراحية بتاعته عندي فانا للاسف مش هقدر انفز معك لخطوة دي تمام بس انا هنفز معك خطوة التفعيل المباشر تمام فهنفتح على طول اكاونت البيبل ونعمل هنا تسجيل الاشتراك هنقول له هنا بيرسونال اكاونت قول له كونتينيو طبع كل الناس عارفت ازاي تعمل اكاونت البيبل تمام انا هعمل اكاونت عادي خلص هنا عمالي برد الالكتروني مثلا تمام ما تفتح مجنس طب حاضي على طول بعد ما تخلط كل البيانات تكتبنا اسمك الاول الاسم التاني او اسم العائلة وهنا تاريخ الميلاد مسلا ممكن نكتب مسلا بالشكل ده الجنسية معصر عنوان الشارع هتكتب بقى اي عنوان تمام بعد ما عملنا كل الكلام ده هنخش عطول هنا على رقم البطاقة وعلى اه لما يطلب منك بقى البطاقة بتاعتك هتخش على الموقع ده تمام هسيبولك اسفل الفيديو هتخش عليه بالشكل ده ويتخش هنا تمام هيفتح معك دي كده تاخد ده كوبي برضو ده هسيبولك اسفل الفيديو هتاخده هنا كوبي وتتحطه هنا تمام هتعلم على الخيارين دول تمام ترقس الهلة جدا ووسيطة تمام هنا هيفتح لك اكتر من ماستر كارد ان ممكن تستخدمها تمام هنستخدم اي ماستر كارد فيهم مثلا دي هنقوله هنا تفضل وهنقوله اه ده زيرو تمانية واحد وعشرين تمام هنقوله زيرو تمانية واحد وعشرين وهنا هنقوله خد يا سيدي التلات ارقام بتوعك وهي دي التلات ارقام هنقوله هنا اضافة بطاعة تمام مشتغلت معاك تمام الطريقة سهلة جدا وبسيطة للعلم الحاجات دي بتتغير في كل مرة الحاجات دي بتتغير فمتجلقش من اي حاجة متجلقش ان هي يعني يقولك تم استخدام البطاعة دي قبل كده لا متجلقش خلوسه حتى لو جات معاك مرة مش تجي معاك التانية فانت يعني حتى لو ما جات معاك مرة تانية بكل سهولة طريقة بسطة جدا 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 طيب كده في مشكلة طبعا قدام ناس كتير انت الوقتي برضو لما تجي تسحب فلوس من على بيبل هتسحبها على بيونير كالعادة تسحبها على البانك بتاع بيونير طبعا هياخب منها خمسة وعشرين دولار والكلام ده كله تمام بس دي تعمل ربط بينك في بيبل وبين البانك بتاع بيونير طيب ترقى بسطة جدا هتعملها طيب تمام الوقتي لو مسلا مش هنعمل بيونير احنا عايزين نستخدم اكاونت البيبل هتستخدمه في ايه تستخدمه بمنك تشتري حاجاتنا عن لدت عادي من على اكاونت البيبل تشتري حاجاتنا عن لدت تشتري دومينات تشتري اللي انت عايزه وتعمل حاجات كتير تسرب الفلوس من البيبل نفسه تمام متلوقتي معك بيبال مفاعل امريكي ياريت ياريت الافضل يبقى امريكي وباميل روسي ولازم تفتح من ايب امريكي تركز او في النقطة دي جماعة تفتح من ايب امريكي باميل روسي وتاكتف الاكاونت برقم امريكي تمام رقم امريكي مسلا ممكن تجبه معي تيكستناو بتلوقتي سهلة جدا تيكستناو تفتح وتسجل باكاونت عادي خالص و هتعمل رقم امريكي انا قاسم جدا انا مش هقدر انفز معاكم الخطوات دي كلها لان الموضوع بسيط جدا وسهل اسيلا ولكن انا بس تحاولت اشرحه لك بكل بساطة وبسرعة جدا يبقى مرة تانية لنهاية الخطوات من عدي طبعا انا باحب عادي الخطوات دي مرة تانية اول حاجة تبتح البيبال هتعمل اكاونت روسي على الموقع ده اكاونت روسي اكينك بتعمل اكاونت ياهو عادي جدا هاتخش هنا عبطل على البيبل. وهتبدأ تعمل في الاكونت بتاعك. هتحط هنا اكاونت الروسي. هتاكتب في الاكونت. وهتاكتب الاكاونت الروسي من الان بوكس عادي جدا لكن كده مبيت اكتب الجيميل لو اي حاجة عادي خالص. وهتخش هيطلب منك رقم تليفون. هتقوم داخل على تيكست ناو. ولو ما طلبش منك رقم تليفون. اكتب اي رقم تليفون بس الافضل ان تاكتفه برقم تليفون مع عشان لو بعات لك رسالة تبقى افضل ان يكون معك رقم تليفون امريكي. تمام? بترى بسطة جدا وهيبعات لك رسالة وهتاكتب الاكاونت وهيكون كده تم استخدام البطاقة من هنا بكل سهولة وتم استخدام كل حاجة كده تبقى تمام. اتمنى يكون بس انفيزوا ده عجبكم. طبعا هنا على طول هتقول مسلا بيع او شراء او اي حاجة هقول له مسلا شراء عشان لو عايز تذهب للتسوق او اي حاجة او من هنا تقول له بايبال على طول هيدخلك على ماي اكاونت. مرحبا مصطفى زي ما انتشايف تم انشاء الحساب وتم اضافة البطاقة. هنا بيقول بس اكد لهانوان بريد الافتروني وهيكون كده مية في المية اكاونت البيبال اتعمل. زي ما انتشايف هنا يورو والكلام ده كله ليه? لان الاكاونت ده عربي. انا بس هندخلك على اكاونت امريكي بتاعي. تمام? الاكاونت اللي هتلا استخدمه بوشاردان فانا هدخلك عليه كده شاکله عامل ده من الداخل. هتعرف الفرق بين الاكاونت العربي والاكاونت الامريكي. زي ما انتشايف الاكاونت عامل ازاي? هو ده الاكاونت الامريكي. افضل بكتير من الاكاونت العربي. از ما انتشايف الموضوع بس shaped가지고 مفاعل واملا. جدا. زي ما انتشايف. سهل جدا وبسيط. لم تنسى ان شاء الله باذن الله يعني مش هتتافل باذن الله عكا ما في اي شكل من بيبل باذن الله. تراس على جدا وبسيطة. وكل الناس شأل استفيد من الطريقة دي أتمنى اتمنى الفيديو لو كان عجبك تعمل لايك عن الفيديو دى و تعمل شير الفيديو دى دوري جدا تعمل شير الفيديو ده عشان يوصل للناس كتير تقدر تستفيد من تفعيل بي بال السريع جدا ده مرة تانية بحزر من استخدام بي بال عربي لأفضل تعمل بي بال empreت حتى لو بي جانب بي بال أمريكي بأيميل روسي كان معكم مصطفى لمقرأت مستında بونتك هتمنى الفيديو عاربك تلاكي الفيديو واريت تعملت سبسكراب القناة ستعملت شير للفيديو ده شكرا عشان تشوفت الفيديو ده والسلام عليكم ورحمة الله